اشتركوا في القناة وكذلك الاشتراك للاخوة اللي رم تشاهدوا فينا وما مش المشتركين معانا بطبيعة الحال فضلا وليس اماعا اليوم جنا نتكلم عن مباراة السينيغال دائما ممكن يكون الفيديو الاخير ممكن نزيده فيديو الله اعلم لكن نفضل اني نتكلم عن كاس افريقيا بعد هذا الفيديو رح نتكلم عن كاس افريقيا المنتخبة المتأهلة التصنيفات وبعدها ندلوكم قرعة افتراضية لما نتأكد من التصنيفات الاربعة ست مجهوعات كما دلناها في تصفيات كاس العالم اليوم الفيديو تعاليوم ما وش رح يعجب فئة او عديد من المشاهدين تعالقنات لاني انا افتخر بكل من يشاهدونا سواء اللي معانا وسواء اللي ردنا اعصلا انا من امنش باللي معايا ولا ضدي لانه كما قلت ربي اعطان العقل انت تسمع وتمييز الكلام مجهش على قسطوك الكلام شفته ومش منطقي من حقك وعندك كل الحق انك تختلف معي هذا يعني الشي اللي احنا نحاولو اننا انشجعوه وهو تقبل اختلافاتنا او تقبلنا باختلافاتنا المهم ان نتخصوش من بعضنا ببعض ونصفو بعضنا بالخواهنا ونصفو الواحنا المهم اذا اعزائي المشاهدين جيت اليوم نتكلم عن المنتخب الوطني اليوم حصة تقدر تقولوا انتقاد رح نتكلم مباراة اللي ما يعجبوش الكلام لان انتقاد تاعي وشوفو انه انتقاد هدام احتقت انه يقدر ما يشوفش الفيديو ما يقصرش راسه وما يزعفش وما يتقلقش بطبيعتي الحالة اللي حبي يشوف انه المباراة مئة بالمئة ايجابية اكيد حقه لكن اليوم رح نتكلموا عن الامور السلبية في المباراة سلبية البعض يشوفو انه تحطيم وتهديم هذا حقه واحترم رأيه لكن انا نشوفه بالعكس بالناء وبالنار جدا 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 لانه اذا مع الجناش الامور اللي رح نتكلم عليها اليوم اللي نشوفها سلبية حسب رأيه على الاقل وحسب رأيه انه راح هي اللي راح تدخلنا في الحيط وهي اللي راح تهدمنا مش الكلام التاعي لا راح يهدم وانما الامور اللي راح نتكلم عليها اذا مع الجناش رايح تهدمنا في المباراة القادمة هذه حقيقة حذرنا من عدة امور قبل كلاس افريحي 2020 قبل مباراة الكاميرون للأسف هناك مباراة الكاميرون هناك في غلي مصاب وحصلت الكارثة ما زلنا الآن شفنا بأنه بعودة في غوري الوسط كله تغير المنتخب كله تغير شفنا يوم أمس في غوري الأدوار اللي قوم بيها رغم أنه هجوميا كنا ناقصين طبعا جنت نتكلم على هذه النقطة دفاعيا كنا نلعبه بجدارين جدار في الخلف وجدار في الوسط يعني أربع لاعبين في الخلف وأربع لاعبين أمامهم وقدامهم كنا نشوفه نجح ومحرس وفي الشوطة الثاني حتى أنه محرس كان أن نضم إلى الجماعة وبدأنا نلعبه بخمسة كخط ثاني كنا نشوفه أنه محرس يساند عطال وشايبي في كثير من الحيان يرجع ويساند أي تنوري كنا نلعبه بجدارين في غوري كنا نشوفه فيه يسترجح كورات على الجهة اليمنى يسترجح كورات على الجهة اليسرى في الوسط في منطقة الجزاء انتعنا عند نقطة الجزاء وحد اللقطة يأنقذ هدف محقق الدخل يعني كانت كورة ثانية كانت تروح لمنتخب السينيغال ويسدد شوفنا أنه ادخل في آخر لحظة ومنقطة الكورة إذن هذه الأدوار مركبة أنا نشوف بأنه كاين لعبين يقدروا يقوموا بهذه الأدوار لكن لازم نعمل عليها في المباريات الودية ومثلا نعطيكم مثال أنا مثلا لو نجي نتكلم عن زروقي لو نجي نتكلم عن زرقان لعبين أعطينا لهم الوقت الكثير ورانا عارفين ورانا عارفين بأنهم همش رح ينمدوا أكثر وأكثر وأكثر الآن أعتقد أنه المفروض أننا نبحته عن اللاعبين ليقدروا يعطونا الإضافة في المنتخب الوطني من سنجح تيجي في غولي باش يعطيني هذه الإضافة لأنه في غولي 33 سنة يعني في دوري تركي بدنيا ما لأشي يكون جاهز ماهوش في غولي اللي كان نلعب مع فالونسيا ماهوش في غولي اللي كان نلعب في وستهام أكيد أو في غولي الآن كبير في السن وفي دوري يعني شوية النادي شوية ناقص لذلك لازم نعرف أنه في غولي ما رح يكون حاضر معنا في كل المباريات ما رح يلعب معنا في كل الدقائق لو شفنا بأنه المدرب الوطني جمال بالماضي لعبوا حتى دقيق 34 وخرجوا هذه النقطة هذه تخيلوا أنه مباراة ويدية مقدرناش نستغنيوا على أصفيان في غولي فما بلوكم إذا كانت مباراة رسمية ويكون فيها لانجو أكبر ويكون فيها الاندفاع البدني أكبر ويكون فيها الرغبة عند الطرفين أكبر لعب أكيد رح يراقل بسرعة وشفنا أنه في غولي وصيب بتشل وجع عضالي وخرج بكلامنا عن التغييرات باش ما نطيلوش الحديث عن في غولي التغييرات دائما تعجمها بالماضي أنا نشوف أنه عليها عالمة استفهام المفروض أنك في مباراة ويدية تجرب خيارتك تجرب حلولك الطاكتيكية شفنا بأنه المنتخب هجوميا كان تقريبا غائب ما نقولش تقريبا وإنما صح كان غائب لكن شفت بأنه جمال بالماضي ما حاولش أنه يدير بعض التغييرات باش ما نقولش أنه يعني نسيطره هجوميا لا لأنه حنا دخلنا بخطة دفاعية مش عيب لأني شفت البعض ينتقد ما هيش عيب الخطة الدفاعية أبدا الخطة الدفاعية هذه مثلا في مباراة الكاميرون لعبنا بها وفزنا هدف مقابل سفر الكاميرون حللت المباراة ورحوا نشوفوا إذا انتقطت الطريقة وانبدحت المنتخب كثيرا من بالماضي الآخر لعب لكن ما انتقدته هو أن نلعبنا بنفس الطريقة في تشاكر هذه أبدا مقبلتها لأنه كل مباراة عندها يعني معاييرها كل مباراة عندها متطلباتها واش لازم لي بس نلعبها واش راني نبحث أصلا عليها الخطة اللي لعبنا بها في داكار مقبولة بل حتى أنها ممتازة شي حتى مقبولة لكن لما تركنا الدفاع الهجوم تحك ما تقتلوش لازم تكون خاطئة في المرتدات هل لعبنا المرتدات هل شمن شايبي ومحرز ونبون جاه يعني يطربوا كورات ويستغلوا المساحة التي يجعلها المنتخب السينيقات إذن هذا الشيء الآن المفروض أن المدرب الوطني كان مفروض أن يدير بعض التغييرات باش إيقاع حلول كان عندك بوعناني مثلا مباراة كماليوم بوعناني كنت تستقدر تستخدمه في المرتدات مثلا لعب مثل بونجح وعلش تخذ ليه لعب شعال تقريبا 73 دقيقة حتى دقيقة 73 باش كان عندنا أول تغيير خرج بونجح بونجح ودخل عمورة أنا بونجح صراحة مع احترامي لي بونجح نحترمو كلاعب قدم للمنتخب الوطني لكن حاليا أنا نشوف بأنه مرحل بونجح انتهت سنة 2023 الآن نخدم مع الجديد الآن راح جايك قويري أكيد قويري أنا نشوف بأني نخدم مع قويري ومع اللاعب عمورة إلا إذا أنت عمورة راكم خرجه من حسابات لأنه عمورة إلى حد الآن ما زال محتمدناش عليه في مباراة رسمية مش نقولوش رسمية وإنما مباراة يعني عندها قيمة كما مباراة السينيقال المفروض مباراة ويدية كنت نستغل فيها كنت نربح فيها عمورة حنا الهجوم ما ربحنا فيه ولا شيء في مباراة السينيقال صراحة ما ربحنا ولا شيء عمورة دخل دقيقة 73 خل ما تأخر كثير وهذا الشيء أعتقد أنه مستفدناش منه التغيير الأول كان دقيقة 73 التغيير الثاني كان إذا طيراري تعفغولي وخروجه في دقيقة 84 ودخول اللي كل مرة نعطلوا فرصة ما يقدموا هذا شيء وبع في الدقيقة الأخيرة تغيير يعني خروض شايبي ودخول بودا ودخول بودا ودقيقة 88 أو 89 يعني نشوف بأنه تغييرات المجابة حتى فائدة ومسفدناش منها يعني أنه المباراة الويدية المفروض أنك تستفيد من تغييراتك مسفدناش من تغييراتنا طريقة اللعب كلمت عليها لما تلعب في الخلف لجم تلعب كذلك على مرتدات لأنه اللعب في الخلف والبلغ المتأخر عنده أبجاديات الأبجاديات الدفاعية لعبناها كنا نضغطهم من الأمام عندهم هذا شيء جميل جدا وتكلمت عليه يوم أمس والذي كان غاية في مباراةنا نحن الآن أو عندنا مشكلة أمام المنتخبات التي تلعب في الخلف شفناها مع تنزانيا شفناها مع النيجر وشفناها كذلك مع تونس اليوم أمس لما لعبنا في الخلف جربنا طريقة اللعب في الخلف شفنا بأنه هجومنا منعدم وهذا كذلك أمر سيء جدا حتى الهدف اللي جاء وتتذكروا جاء من كرة ميدة من كرة ثابتة وبعيدة على مطقة جزاء استغلنا خروج سابالي في دقيقة ثنين وستين الهدف جاء في دقيقة الرعا وستين من الجهة تحسابالي اللي تخل في مكان كريبين دياطا تخل في مكان سابالي كنسو التفاهم بينه بين ديالو وكذلك كوليبالي شعيبي جاء من الخلف استغل المساحة لبينتهم وسجل إذن لحسن حظنا أنه في تلك اللحظة كان هناك خلل وسوء تفاهم شي جميل أنك تستغل الأخطاء تعال الخصم وتسجل منهم لكن هجوميا تنشير هجوميا ما كانش أبدا الوسط تعنا هجوميا تقريبا ما قدمش دفاعيا كنا ممتازين وكذلك دفاعيا كنا ممتازين في الاسترجاع لكن لما السينيقال كان يجي لنا كان يوصل بسهولة ووصل تسع مرات ما ندري تخيلوا أنه أنقض تسع كورات كثير كثير ما نشرح ندل من نلقاو أمام المنتخبات كبيرة ما ندري يظهر بهذا المستوى أو نجاعة تعله هجوم تكون نقصة كما الهجوم تحسيني قال ولذلك أنا أتمنى أنه جمال بالماضي ينظر إلى هذه النقاط باش نبنو المنتخبين تعنا ونروحوا إلى الأفضل وما ننتفاجأوش سلام عليكم ورحمة الله وبركاته